بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر ما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا فنهى عليه الصلاة والسلام أن يحسد بعضنا بعضا والحسد أرفه جمهور العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير سواء تمنى أن تزول النعمة أن تزول النعمة عن الغير لنفسه أو عن الغير للغير أو تمنى أن تزول النعمة إلى لا أحد فمتى تمنى فمتى تمنى زوال نعمة فمتى تمنى أن تزول النعمة التي أنعم الله تعالى بها على أخيه فهذا هو الحسد وقال وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن الحسد كراهة ما أنعم الله تعالى به على عبد من عباده فمجرد أن تمنى فمجرد أن تكره هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على عبد من عباده فهذا هو الحسد والحسد خلق ذميم فهو من أخلاق اليهود كما قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهو أيضا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وهو سبب للعداوة والبغضاء وفيه اعتراض على قدر الله عز وجل وأيضا سبب للعدوان على الغير إما أن يعتدي عليه عدوانا قوليا أم عدوانا فعليا فعلى المسلم أن يشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من النعم وإذا رأى نعمة أنعم الله تعالى بها على غيره فليسأله من فضله فإن الذي أعطاه هذه النعمة قادر على أن يعطيك إياها بل وأكثر منها هذا هو الأمر الأول مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه لا تحاسدوا الثاني لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا والبغضاء هي الكراهة لأن الشأن بين المسلمين أن يكونوا إخوة إنما المؤمنون إخوة والواجب على المسلم إذا رأى في قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يسعى في أسباب إزالتها وأن ينظر في الأسباب التي جعلته يحمل في قلبه العداوة والبغضاء بالنسبة له فيزيل هذا ولهذا جاءت هذه الشريعة بالحث على كل ما يوجب الألفة والمودة والمحبة بين المسلمين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم ثالثا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه قل وَلَا تَدَابَرُوا أَيْ لَا يُوَلِّ أَحَدُكُمُ الْآخَرَةَ دُبُرَةَ والتدابر نوعان تدابر حسي وتدابر معنوي فالتدابر الحسي أن يولي كل أن يولي كل واحد الآخر دُبُرَة ويوليه ظهره ومن ذلك الهجر أن يهجر أخاه المسلم والنوع الثاني من التدابر التدابر المعنوي وذلك باختلاف وجهات النظر التي قد تكون سببا للعداوة والبغضاء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر وقال لا تدابر تدابرا حسيا وتدابرا معنويا لأن التدابر سبب لتفرق الأمة ولتمزقها والواجب على الأمة الإسلامية أن تكون أمة واحدة متعاونين فيما بينهم متآخين ينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا نهى عن النجش والنجش في اللغة بمعنى الإثارة وأما شرعا فالنجش فالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء إما أن يريد منفعة البائع أو يريد الإضرار بالمشتري أو الأمرين معا أو لا تكون له منفعة فالذي يحصل منه النجش تارة يريد نفع البائع لكونه صديقا له وتارة يريد الإضرار بالمشتري لكونه عدوا له وتارة يريد الأمرين وتارة يزيد في السلعة وهو يريد العبث فقط هذا هو النجش فالنجش أن يأتي الإنسان مثلا إلى السلعة في وقت المساومة فإذا قال أحد المساومين بمئة قال بمئة وعشرة فإذا قال بمئة وعشرة قال بمئة وعشرين وهكذا يريد إما أن ينفع هذا أو يضر هذا وما الحكم في النجش قال أهل العلم متى تبين النجش فإن المشتري يخير بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع وبين أن يحط عنه أن ينقص عنه ما زيد عليه مثال ذلك إنسان مثلا اشترى سيارة في سوق المزايدة بمئة ألف ريال وتبين له فيما بعد أن فيها نجشا وأنه زيد عليه نحو من عشرين ألفا فما الحكم في هذا نقول المشتري بالخيار إن شاء رد السلعة التي اشتراها وهي السيارة وأخذ المئة التي دفعها وإن شاء أبقى البيع على ما هو عليه وحط عنه يعني نقص عنه ما زيد عليه وهي العشرون ألفا هذا هو الحكم في النجش قال أهل العلم رحمهم الله ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب هذا داخل في النجش أن يقول البائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب مثال ذلك لو أتيت إلى صاحب دكان فقلت له بكم هذه السلعة فقال أعطيت بها كذا أعطيت فيها بها مئة وهو كاذب هذا داخل في النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض نهى عن البيع على بيع أخيه والبيع على بيع أخيه له ثلاث صور الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة هذا بيع على بيع أخيه والصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة والصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة وكل هذه الصور محرمة فمن اشترى سلعة من صاحب دكان فإنك لا يجوز لك أن تبيع على بيعه وأن تقول لهذا البائع الذي اشترى هذه السلعة أعطيك مثلها أو أحسن منها بأنقص لأن هذا يوجب العداوة والبغضاء والحقد والكراهة بين المسلمين ومثل البيع على بيعه الشراء على شرائه فلو أن شخصا اشترى سلعة فأتيت إلى صاحب الدكان وقلت أنا أشتري منك هذه السلعة التي بعشرة أشتريها منك بأحد عشر هذا من الشراء على شراء أخيه أو رجل اشترى عقارا بمائة ألف مؤجلة فأتيت إليه وقلت أنا أشتري منك هذا العقار بمائة ألف حالة هذا أيضا من الشراء على شراء أخيه وكلها محرمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ لأن البيع على بيع البعض والشراء على شراء البعض سبب للعداوة والبغضاء بين المسلمين ثم قال عليه الصلاة والسلام وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا هذا كالتعليل بما سبق أي كونوا عباد الله كونوا فيما يتعلق بالله عز وجل عبادا له وفيما يتعلق فيما بينكم إخوة متحابين متآلفين هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانًا ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى كل المسلم التقوى ها هنا قبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا في دم ولا في مال ولا في عرض لأن الظلم قد يكون في المال وقد يكون في الدم وقد يكون في العرض فالظلم في المال أن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه فمن ادعى ما ليس له فقد ظلم ومن أنكر ما وجب عليه فقد ظلم فمثلاً إنسان يقول هذا العقار لي وهو ليس له هذا ظلم أو ينكر ما وجب عليه إنسان يطلبه دراهم فيأتي إليه ويقول أعطني حقي فيقول ليس لك عندي شيء هذا ظلم لأخيه المسلم في ماله الظلم أيضاً يكون في الدم بأن يعتدي على أخيه المسلم بقتل في النفس أو فيما دونها ويكون الظلم أيضاً في العرض بأن يتكلم في عرضه بغيبة أو سب أو شتم أو أن ينتهك عرضه أو عرض حرمته حرمته كل هذا من الظلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله الخذران هو ترك النصرة في مقام يحتاج فيه إلى النصرة فإذا كان أخوك المسلم يحتاج إلى من ينصره ومن يعضده ومن يؤيده فإن الواجب عليك أن تنصره وأن تؤيده وأن تعينه فتركك لنصره في مقام يحتاج فيه إلى النصر هذا من الخذلان نسأل الله العافية والثالث ولا يكذبه يعني لا يخبره بالكذب لأن شأن المؤمن أن يكون صادقا والصدق قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فكن صادقا مع الله عز وجل بإخلاص العبادة له كن صادقا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن اتباعه كن صادقا مع إخوانك المسلمين في حسن المعاملة بالصدق والنصح والأمانة إذن ليس من شأن المؤمن أن يخبر بالكذب ولهذا قال ولا يكذبه وفي رواية ولا يكذبه ومعنى لا يكذبه أنه إذا أخبر بحديث أو خبر قلت هذا كذب كلما تكلم حصل كذا تقول هذا كذب هذا غير صحيح ونحو ذلك كل هذا من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إذن عليك أن تحدث إخوانك بالصدق لا بالكذب وعليك أيضا أن تصدقهم فيما إذا أخبروا بخبر فإنك تصدقهم قال عليه الصلاة والسلام ولا يحقره لا يحقره أي أن من شأن المسلم أن لا يحقر أخاه المسلم وذلك أعني معنى الاحتقار أن لا يكون لأخيك المسلم مكانة في قلبك فتزدريه فتزدريه وتحتقره هذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه والاحتقار يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح فالاحتقار يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالفعل معنى الاحتقار بالقلب أن لا يكون لأخيك المسلم ميزان في قلبك كأنه حشرة من الحشرات والعياذ بالله كأنه من خشاش الأرض والواجب على المسلم أن يكون في قلبه لإخوانه المسلمين من التعظيم والإجلال بحسب ما عندهم من التقوى والإيمان ثانيا يكون الاحتقار أيضا بالقول بسبه وشتمه ووصفه بأوصاف العيب بأن يقول له مثلا أنت لا تفهم أنت غبي ونحو ذلك هذا من احتقار أخيك المسلم ويكون الاحتقار أيضا بالفعل بأن تتقدم عليه في موضع هو أحق بك من التقدم فتتقدم عليه في موضع هو أحق منك في التقدم إليه هذا أيضا من احتقار أخيك المسلم فالواجب على المسلم أن لا يحتقر إخوانه واعلم أن نظر الناس إليك بحسب نظرك إليهم إن نظرت إلى الناس نظر احترام وتقدير وإجلال نظروا إليك كذلك وإن نظرت إليهم نظر ازدراء واحتقار نظروا إليك كذلك فأنت في أعين الناس كهم في عينك متى حصل منك احترام لهم وإجلال وتقدير قابلوك بذلك وإن حصل منك نحوهم الاحتقار والازدراء حصل منهم أيضا كذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ما هي التقوى التقوى هي أن يتقذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجشناب نواهيه هذا هو حقيقة التقوى أن يتقذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجشناب نواهيه وقيل في معنى التقوى هي أن لا يفقدك حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك وقيل في معنى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقيل في معنى التقوى أيضا خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هذا هو حقيقة التقوى قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا ويشير إلى صدره وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب هو الذي عليه مدار الصلاح والفساد وهو الذي إذا استقام وصلح استقام بقية البدن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام على وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلاحها بالإيمان واليقين وتقوى الله تعالى صلح الجسد بالأعمال الصالحة وإذا فسدت يعني فسد هذا القلب بالنفاق وما يعتليه من الأمراض فسد الجسد كله بارتكاب الذنوب والمعاصي واعلم أن صلاح القلب يكون بعمل من الإنسان وبتوفيق من الله أيضا فالإنسان متى علم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير فإنه يوفقه ويسجده ومتى علم منه ضد ذلك فإنه لا يوفق للخير فزيغوا القلب وميله إنما يكون بسبب من الإنسان فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فعلينا أن نعتني بصلاح القلب واستقامته ومن أعظم ما يصلح القلب وينيره هو الإقبال على كتاب الله عز وجل فإن القرآن العظيم من أعظم أسباب صلاح القلب وشفائه من الأمراض الذي تعتريه قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرعوا هو خير مما يجمعون وقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس الآية ومما يعين أيضا على صلاح القلب الحرص على قيام الليل فإن صلاة الليل لها شأن عظيم في صلاح القلب واستقامته على أمر الله تعالى ومن أسباب صلاح القلب أيضا الإكثار من ذكر الله تعالى عموما لأن ذكر الله سبب لطمأنينة القلب كما قال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب فليكثر من الذكر سواء كان هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء أو كان من الأذكار التي تكون أدبار الصلوات أو كان من الأذكار المطلقة لأن الذكر المشروع أربعة أنواع ذكر مقيد بزمن وذكر مقيد بفرض بعبادة وذكر مقيد بسبب وذكر مطلق فالأول الذكر الذي هو مقيد بزمن كأذكار الصباح والمساء فإنها مقيدة بزمن فأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى الزوال كل هذا محل للذكر وكلما بادر الإنسان فهو أفضل وأذكار المساء تبتدئ من بعد صلاة العصر من بعد صلاة العصر إلى العشاء ولكن ما قيد بالليل يكون بالليل كقراءة آية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فقراءة آية الكرسي تكون بعد غروب الشمس كذلك أيضا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاة يكتكون قراءتها أيضا بعد غروب الشمس وما لم يقيد بذلك فهو من العصر النوع الثالث من أنواع الثاني من أنواع الذكر الذكر المقيد بالفريضة والعبادة كالأذكار التي تكون أدبار الصلوات وكذلك أيضا ذكر الله تعالى بعد المناسك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب النوع الثالث من أنواع الذكر الذكر المقيد بسبب كالذكر عند دخول المسجد فعند دخول المسجد يسن أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وتقول أيضا أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا ذكر مقيد بسبب وهكذا أيضا عند دخول بيت الخلاء لقضاء الحاجة أن تقول اللهم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهذه أذكار مقيدة بسبب النوع الرابع الذكر المطلق الذي لم يقيد بزمن ولا بسبب ولا بعبادة كأن يجعل الإنسان لسانه رطبا من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فهذا أيضا الذكر من أسباب صلاح القلب من أسباب صلاح القلب أيضا ولينه ورقته الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج والأيتام والصغار فإن هذا مما يرقق القلب ويلين القلب حتى يستقيم على طاعة الله وعلى أمر الله من أسباب أيضا صلاح القلب واستقامته مجالسة الصالحين ومرافقتهم فإنهم من أسباب صلاح قلبك لأنهم يذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت ويعظونك إذا غفلت إذن علينا أيها الأخوة أن نعتني بصلاح قلوبنا لأن صلاح القلب هو الذي عليه المدار قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفي المسلم شرا احتقاره لإخوانه المسلمين يعني أن يزدريهم وأن لا يكون لهم مكانة في قلبه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا الحديث العظيم بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمور المنهي عنها وبيّن فيه أيضا شيئا من حقوق المسلم على أخيه المسلم فنهى عليه الصلاة والسلام عن التحاسد ونهى عن التباغض ونهى عن التدابر لأن هذه الأمور الثلاثة سبب للعداوة والبغضاء وكذلك أيضا نهى عن النجش لأنه سبب للعداوة والبغضاء والمسلم مطالب أو مطلوب منه أن يحرص على كل ما يجرب المحبة والمودة بين إخوانه المسلمين وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم النجش وهو كما سبق أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء لأن هذا أيضا مما يورث العداوة والبغضاء وفيه أيضا دليل على تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه و كثير من الناس قد يقع منه مخالفة أو خطأ إما عن قصد وإما عن غير قصد فيما يتعلق بالبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه فتجد أنه يبيع على بيع أخيه ويشتري على شراء أخيه إما جهلا منه وإما عمدا وهذا محرم ولذلك كان من الواجب على الإنسان قبل أن يقدم على أي معاملة من المعاملات أن يحرص على معرفة حكمها هل هي جائزة أو محرمة لا يجوز لك أن تتعامل بالمعاملات وأن تلا تعرف حكمها من حل أو حرمة لأنك ربما وقعت في معاملة محرمة وأن تلا تشعر مع أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة لقوله تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا لكن مع ذلك قد يقع الإنسان في معاملة محرمة ثم بعد ذلك يبحث عن من يفتيه بطريق التخلص من هذا المحرم لكن الواجب عليه أن يحرص على التفقه في دين الله تعالى في الآية الكريمة وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَى وَحَرَّمَ الْرِبَى دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَفِ جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ الْحِلْ وَالْإِبَاحَةِ في قوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَى وَحَرَّمَ الْرِبَى دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَفِ الْمُعَامَلَاتِ الْحِلْ وَالْإِبَاحَةِ وهو كذلك وَكُلُّ مُعَامَلَةِ حَرَّمَهَا الشَّارِعِ إِنَّمَا حَرَّمَهَا لِواحِدٍ مِنْ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ كل معاملة تكون محرمة فإن الشارع إنما حرمها لواحد من أمور أربعة أولاً لاجتمالها على الظلم فكل معاملة يكون فيها ظلم وعدوان على الغير فإنها محرمة كالتجريس في المبيع والغش والخداع ثانياً كل معاملة يكون فيها مخاطرة ومقامرة فهي محرمة فكل معاملة يكون الإنسان فيها دائراً بين المغنم والمغرم يعني إما أن يربح وإما أن يخسر فهذه محرمة لأنها من الميسر وهذا هو ضابط الميسر كل معاملة إما أن تكون خاسراً وإما أن تكون رابحاً فهذا هو الميسر أما المعاملة التي فيها إما ربح وإما خسارة وإما سلامة فهذه جائزة لأن كل معاملة لا تسلم من الربح أو الخسارة أو السلامة لكن متى كان الأمر دائراً بين الربح والخسارة فإنها تكون محرمة مثال يتضع به المقام إنسان اشترى سيارة بمئة ألف ريال جديدة ثم سرقت منه أو غصبت ولا يعلم أينها أين هي فجاء إليه رجل فقال له أتبيعني سيارتك التي سرقت منك أشتريها منك بأربعين ألفاً الآن نقصت القيمة نقصت ستون ألفاً هذا الشخص الذي اشترى السيارة التي تساوي مئة اشترها بأربعين إن حصل السيارة فهو غانم لأنه اشترى ما يساوي مئة بأربعين وإن لم يحصل السيارة فقد خسر الأربعين إذن هذه المعاملة ميسر وحرام ولا تجوز إذن كل معاملة يكون الإنسان فيها دائراً بين المغنم والمغرم فإنها من الميسر ثالثاً كل معاملة تكون مجتملة على الربا فهي محرمة كل معاملة تكون مجتملة على الربا سواء كان ربا فضل أم ربا نسيئة فإنها محرمة لقول الله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ وَأَحَرْمَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهِ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ وَلَا تَغْتَرْ بِتَسَاهُلِ بَعْضِ النَّاسِ فإنَّ فإن الله تعالى يقول وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ الْمِيزَانُ فِي مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمْ عَمَلُ النَّاسِ وإنَّمَا الْمِيزَانُ هو شَرِيعةُ الله تعالى لأنَّ الناس ليسوا هم الذين يحكمون على الشرع بل الشرع هو الذي يحكم على أفعال الناس وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها بعض الناس إذا أنكرت عليه أمراً محرماً تجد أنه يقول الناس يفعلون كذا أو الناس يتعاملون بكذا فيحتج بأفعال الناس وهذا خطأ أولاً أن الشرع هو الذي يحكم على أفعال الناس لا أن أفعال الناس هي الحاكمة وثانياً أنك يوم القيامة لن تسأل عن أفعال الناس ولن تكون أفعال الناس حجة لك أمام الله لأنك يوم القيامة ستسأل عما جاءت به الرسل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إذا كان الأئمة الأربعة وهم الإمام أبي حنيفة والمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إذا كانوا يقولون إذا رأيتم قولاً يخالف قولنا يخالف كتاب الله تعالى إذا رأيتم قولاً لنا يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط وأقوالهم ليست حجة فما بالك بعوام الناس إذا لا تجعل أفعال الناس حجة لك في مخالفة أمر الله فإنك مسؤول عن نفسك وعن عملك ولن ينفعك الناس إذن كل معاملة تكون مجتملة على الذباء فإنها محرمة القاعدة الرابعة كل معاملة تتضمن ترك واجب أو إعانة على فعل محرم فإنها محرمة تكون محرمة كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالنداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام إذا أذن المؤذن لا يجوز البيع والشراء فمن باع أو اشترى فالبيع باطل ولا يصح إذن البيع هنا بطل لتضمنه ترك واجب مثل ذلك أيضا مثله البيع الذي يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان كما لو باع شيئا طعاما أو نباتا أو نحوه لمن يستعين به على أمر محرم مثلا بعت عنبا على شخص تعلم أنه يصنع منه الخمر هذا لا يجوز ولا تقول ذنبه هو الذي يتحمله بل أنت تتحمل الوزر لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فكل ما يعين على الإثم والعدوان فإنه يكون محرما فلا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا لمن يستعين به على المحرم فمثلا لو أنك بعت بيضا لمن يستعمله في القمار أو بعت ثمرا بمن يستعين به على صنع على صنع الخمر أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان إذن نرجع إلى هذه القواعد الأربع المفيدة وهي أن الأصل في المعاملات من بيع وإيجارة وغيرها الأصل فيها الحل والإباحة وكل ما حرم من المعاملات فإنه يحرم لدخوله تحت قاعدة من هذه القواعد الأربع وهي قاعدة الربا وقاعدة الظلم وقاعدة الميسر وقاعدة أن يتضمن العقد ترك واجب أو إعانة على فعل محرم مما جاء أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن التدابر وقلنا إن من التدابر التدابر الحسي وهو الهجر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ومع الأسف الشديد أننا نجد بين المسلمين بل بين الأقارب بل بين الإخوة من التهاجر والتقاطع والتدابر ما ينافي ما يجب بل ما ينبغي من الأخوة الإسلامية فتجد أن أخوين بينهما تهاجر لم يرى أحدهم الآخر منذ سنوات لم يتصل به منذ سنوات بسبب حفنة من الدنيا أو بسبب كربة عابرة أو نحو ذلك فعلى الإنسان أن يسعى إلى إزالة كل سبب يكون سببا للنفور والعداوة والبغضاء فإذا رأيت أن مثلا أن أخاك قد هجرك وأنه قد قلاك فعليك أن تبحث عن الأسباب التي أدت إلى أن يهجرك فتصالحه فتقول ما سبب هجرك لي هل أخطأت عليك بمعاملة هل أخطأت عليك بكلمة هل كذا هل كذا حتى تزيل هذا الأمر من قلبه لأنك ربما تكون أخطأت عليه من غير قصد وحمل خطأك هذا على قصد فوجد في قلبه شيئا عليك فعليك أن تسعى إلى إزالة هذا الأمر الذي هو كان سببا للعداوة والبغضاء إذن الهجر رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فقط قال لا يحل لمسلم أن يهجر أقاه فوق ثلاث فلو أن أخاك أخطأ عليك في كلمة لك أن تهجره ثلاثة أيام ما زاد عليها يكون محرما قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ولكن إذا قال قائل هل الهجر واجب أو أنه مستحب أم ماذا الجواب الهجر في الواقع دواء الهجر دواء فإن استعمل فإن كان في استعماله فائدة فإنه يستعمل وإن لم يكن في استعماله فائدة فإنه لا يستعمل فإذا كان هجرك لهذا الشخص سبب لردعه وزجره وإقلاعه عن المحرم فإنك تهجره حتى لو تجاوز ثلاثة أيام فهذا رجل مثلا يتعطى المسكرات والمخدرات والفواحش ونصحته ولكنه لم ينتصح فإذا كان هجرك إياه فيه ردع له وزجر له فإنك تهجره بل يكون الهجر واجبا وأما إذا كان الهجر لا يزيده إلا طغيانا وعتوا ونفورا فإنك لا تهجره إذن الهجر دواء إن أفاد فإنه يستعمل وإن لم يفد فإنه يترك وعليك بدلا من أن تهجره أن تتعاهده بالموعظة وبالنصيحة فتعظه وتذكره وتنصحه لأن الشأن في المؤمنين أن ينصح بعضهم بعضا لأن هذا من التعاون على البرد والتقوى ومن التواصي على الحق كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فمن التواصي بالحق أن ينصح بعضنا بعضا مهما عظمت مكانته ومهما كبر مقامه فالإنسان عرضة للخطأ وعرضة للسهو وعرضة للنسيان فإذا رأيت من أخيك خطأ صدر منه فعليك أن تنصحه وأن تعظه وأن تذكره لأن هذا هو الشعن في المؤمنين أما كون الإنسان إذا رأى خطأا من أخيه هجره بمجرد ذلك من غير نصح فهذا لا يجوز أولا أنه هجره أو أولا أنه ترك ما يجب من النصيحة وثانيا أيضا أنه لم يبين لأخيه سبب هذا الهجر فأعود وأكرر أيها الأخوة أن علينا أن نحرص على سلامة قلوب بعضنا لبعض وأن يحرص الإنسان على صفاء قلبه لأن القلب متى كان صافيا سليما من الحقد والحسد والشحناء والبغضاء فإنه ينتفع بالمواعظ وينتفع بالقرآن وينتفع بالذكر ويجد في صدره انشراحا وطمأنينة وسكينة وهذا أمر كل واحد منا يطلبه كل واحد منا يحب أن ينشرح صدره يحب أن يتتيسر الأمور بالنسبة له فما الطريق لذلك أن تسعى إلى صلاح قلبك ومن أعظم أسباب صلاح القلب أيضا الدعاء أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا قلبا سليما من ماذا سليما من الأمراض لأن الأمراض التي تصيب القلب نوعا أو مرضان مرض الشبهات ومرض الشهوات القلب الأمراض التي تصيب القلب نوعا مرض الشبهات ومرض الشهوات فمرض الشبهات الشبهات هي التباس الحق بالباطل بأن يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا ما دواء هذا المرض؟ دواء هذا المرض هو العلم النافع هو العلم النافع ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آرني الحق حقا وارزقني اتباعه لأن الإنسان قد يرى الحق حقا لكن لا يوفق لاتباعه فعنت تسأل الله تعالى أن يريك الحق حقا وأن يرزقك اتباعه النوع الثاني من الأمراض أمراض الشبهات أمراض الشهوات وليس المراد بالشهوة ما قد يتبادر أنها شهوة الفرج لا الشهوات المراد بها الميل والانحراف عن شريعة الله فكل من مال عن شريعة الله وقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فعنده مرض شهوة ما دواء مرض الشهوات نقول له دواء أولا حسن الإرادة والقصد إذا علم الله تعالى منك حسن الإرادة والقصد أزال عنك هذا الأمر وثانيا الإكثار من الأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة أيها الإخوة سبب للنجاة من الفتن والأمراض قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا من شدة هذه الفتن نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن إذن على الإنسان أيضا أن يسعى في صلاح قلبه من هذين المرضين وهما مرض الشبهات ومرض الشهوات فمرض الشبهات يداوى بالعلم النافع والعلم النافع هو العلم المستقى والمأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني من المرض مرض الشهوات ودواؤه حسن الإرادة والقصد والعمل الصالح فحسن الإرادة والقصد أن الله تعالى متى علم منك حسن النية والقصد والإرادة وحب الخير يسر ذلك لك قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى حتى إنه تتيسر لك الأمور من حيث لا تشعر يسخر الله لك من عباده من يقوم بخدمتك ويسهل أمورك من حيث لا تشعر كل هذا من توفيق الله بسبب حسن النية فمتى أحسن الإنسان النية وأحسن الظن بربه وأحسن الظن أيضا بعباد الله فإن الله تعالى يجازيه ويكافيه على ذلك بقوله كما في قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى فيسره الله تعالى لليسرى ويسخر له من عباده ما لا يخطر له على بال ثانيا من أيضا أسباب علاج مرض الشهوات هو الإكثار من الأعمال الصالحة أن يحرص الإنسان على الاستكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وتلاوة القرآن والذكر والصدقة وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك الأعمال الصالحة بحمد الله كثيرة ومتنوعة ومن حكبة الله أن نوع الأعمال الصالحة لأن من الناس من يشق عليه الصيام صيام النفل قد يكون شاقا عليه ويجد في نفسه أنه إلى صام حصل له كسل وفتور وربما تعطلت أعماله بسبب الصيام نقول هناك أعمال أخرى يكون قيام الليل أو الإكثار من الصلاة أسهل عليه ومن الناس من يسهل عليه هذا دون هذا ولهذا فيه من حكمة الله تعالى أن نوع العبادات وجعل منها عبادات مالية كالصدقات والزكوات والنفقات وعبادات بدنية محظة كالطهارة والصلاة والصيام وعبادات مركبة من المال والبدن كالحج فإن الحج عبادة مركبة فعلينا أيها الأخوة أن نحرص على أن نستكثر من الأعمال الصالحة ولسيما التقرب إلى الله تعالى بالنوافل والاستكثار من الأعمال الصالحة فيه فوائد عظيمة الفائدة الأولى أن الاستكثار من الأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثانيا أن الأعمال الصالحة سبب في زيادة الحسنات فتزداد حسناتك وأنت في حاجة بل في ضرورة إلى زيادة الحسنات ثالثا أن الأعمال الصالحة سبب في رفعة الدرجات وتكفير السيئات قال الله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ثالثا رابعا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لنيل محبة الله تعالى كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه من فوائد أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا اعتاد الأعمال الصالحة ثم حيل بينه وبينها بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه إنسان مثلا من عادته أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يأتي إلى المسجد الحرام يصلي جميع الصلاوات الخمس ويتبع الجنائز ويعود المرضى ويصل الأرحام ولكن حصل له مرض ولم يتمكن من هذه الأعمال يكتب الله له أجرها وهو نائم على فراشه ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وهذا يحثنا أيها الإخوة على أن نحرص على استدامة الأعمال الصالحة لأجل أنه إذا حيل بيننا وبينها لعارض من مرض أو سفر أو نحوه فإن الله تعالى يكتب لنا أجرها من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضا أنها سبب لتفريج الكروب وزوال الهموم والغموم ورفع الشدة فإذا وقعت في شدة وكرب فإن الله تعالى يفرج كربك فإن الله تعالى يفرج همك وينفس كربك ويزيل شدتك بسبب أعمالك الصالحة الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فمتى تعرفت إلى الله تعالى في الرخاء بالإكثار من الأعمال الصالحة عرفك في الشدة من فوائد أيضا من فوائد أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب كما تقدم للنجاة من الفتن والمحن والرزايا قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا فأحث نفسي وإياكم أيها الإخوة أن نحرص على أن نستكثر في حياتنا الدنيا من الأعمال الصالحة فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت وإذا فجأك الموت إن قطع عملك فعملك فما دمت في الدنيا فأنت تستطيع العمل ولكنك إذا مت وتوفاك الله تعالى توقف عنك العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم وفي رواة إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم يعني ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له ولن ينفعك عند الله تعالى إلا ما عملته من أعمال صالحة ما جمعته من مال وما جمعته وما حصلته من جاه كل هذا يكون هباء منثور إلا ما جعلته في سبيل الله ولله فإنه هو الذي يبقى إذن عندما تحاسب يوم القيامة وعندما تسأل يوم القيامة فإن الذي ستجيب به وسيكون شافعا لك عند الله وتحاسب عليه هي أعمالك فأعمالك الصالحة سبب لدخولك الجنة وأعمالك السيئة قد تكون سببا لدخولك النار أو تعذيبك في النار إلا أن يعفو الله تعالى عز وجل عنك وعلى الإنسان أيضا أن يحرص على إصلاح من تحت يده من الدرية حتى إذا انقطع عمله انتفع بدعائهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولد صالح يدعو له ودعاء الولد لوالده من الأمور التي يجري نفعها بالنسبة للميت حتى بعد موته أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يهب لنا منه رحمة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وتوفيقا وتسديدا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين